روسيا تضع ثقلها الدبلوماسي لحماية إيران من الحقل اليمني الملغوم فبعد سنوات من الوقوف الروسي خلف التأييد المفتوح لمهمة التحالف في اليمن ها هي روسيا تعترض على مسودة قرار أممي جديد يضيف إيران إلى قائمة معرقل التسوية السياسية في هذا البلد الذي تعصف به الحرب منذ أكثر من ثلاثة أعوام يهدف مشروع القرار الجديد الذي صاغته بريطانيا المسؤولة عن ملف اليمن في مجلس الأمن إلى تجديد العقوبات على معرقلية التسوية السياسية في اليمن لمدة عام آخر ويدعو كذلك إلى التنديد بانتهاك إيراني لقرار حضر توريد الأسلحة للأطراف المعرقلة للتسوية السياسية في اليمن بعد أن فشلت في اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع التزويد المباشر أو غير المباشر وبيع ونقل الصواريخ الباليسية قصيرة المدى والطائرات المسيرة وغيرها من التجهيزات العسكرية إلى الحوثيين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الفرنسية دعمت هذه الإجراءات الإضافية المقترحة في مشروع القرار المقرر أن يصوت عليه مجلس الأمن الأسبوع المقبل وذلك من أجل التصدي لهذه الانتهاكات في وقت يشدد فيه القرار على أن أي نشاط مرتبط باستخدام صواريخ باليستية في اليمن يعتبر مبررا لفرض عقوبات لكن روسيا وعبر سفيرها لدى الأمم المتحدة فاسيليني بينزا اعتبرت أن مشروع القرار المقترح يجب أن يركز على تجديد تفويض مراقب تطبيق العقوبات في اليمن بدلا من استهداف إيران لأن بلاده لا تحب الإدانات أبدا بشكل عام بحسب ما نقل عن السفير ني بينزا التطور الراهن في الموقف الروسي يشير إلى التعقيدات المرتقبة التي قد تواجه جهود التحالف المتعثرة في اليمن بعد أكثر من ثلاثة أعوام على الحرب التي تدخل فيها هذا التحالف منذ مارس 2015 ولا تزال تراوح مكانها رغم توفر كافة الإمكانيات للحسم شكرا شكرا